دعوة وزير الخارجية الصيني وانهي دول العالم القادرة على إنتاج اللقاحات لبدل جهودها كي يتم توفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم اعتبرها أطباء مصريون تعكس وفاء الصين بوعودها لمساعدة الدول النامية على مكافحة كوفيد 19 هو بالتأكيد هذه الدعوة من وزير الخارجية الصين مهمة جدا لأنه فعلا لن نستطيع مواجهة الفيروس والوباء العلابي إلا بتوحد الدول وده شيء جيد لأن الصين بقوتها الاقتصادية وبقوتها العلمية وطبعا علشان هي أول دولة وجهة الفيروس وتغلبت عليه بنسبة كبيرة بشهادة الجميع فتعاونها مع الدول الأخرى ومحاولة دعم الدول الأخرى ده شيء جيد وكده تعتبر طبعا أوفد بعدها فيما يثني الخبراء على تبرع الصين باللقاحات لقوات حفظ السلام في مختلف البلدان كي يتمكن العالم من السيطرة على الوباء جزء من الوفاء بهذا العهد أن تثبت الصين للعالم أنها تسعى جاهدة لفكرة المصير المشترك للبشرية ومساعدة البشرية في الوصول لحل الوباء كورونا التطعيم اللي وصلت إليه الصين لم تبخل به ليس على الدول النامية فقط بل حتى الدول المتقدمة نالها جزء من هذا الإهداء الصين قدمت اللقاحات كمساعدة مجانية إلى 69 دولة نامية وصدرتها إلى 43 دولة الصين بتقدمها لهذا اللقاح هي في محاولة جدة منها لماد يد العون لكل شعوب العالم بما فيها الدول المتقدمة والدول الفقيرة الدول الفقيرة ما عندهاش القدرة ولا عنتاج اللقاح ولا البحث العلمي في هذا العام لكن الصين عندها القدرة بالتعاون مع دول أوروبا ودول أمريكا الصين بتقدم يد العون بتقول أنا عندي اللقاح وهقدمه مجانا لمن لا يستطيع مصر واحدة من الدول التي منحتها الصين لقاح سينوفارم وبدأت بالفعل تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة ممن تزيد أعمارهم على 40 عاما الحكومة الصينية حارصة على توزيع لقاحات كورونا على مبادئ المساواة والأخلاق دون تفرقة بين دولة متقدمة وأخرى نامية وذلك لمساعدة البشرية كلها على هزيمة الفيروس في أسرع وقت ممكن مستجاب عبدالله سجدئنا العربية القاهرة